السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في موضوع جديد من مواضيع السنة الرابعة متوسط اختبار الفصل الأول في مادات العلوم الطبيعية وفي الموضوع سوف تقدمكم بشتروا لحكا بجاو دي كون وهكا تحلوا معنا في نفس الوقت عنا الوضعية الأولى ووضعية الثانية وعنا الوضعية الإدماجية يلا بسم الله نبدأ بالتمرين الأول بعد التمرين الأول قلنا إليك الحركتين التالياتين سحب اليد نتيجة صدمة كهربائية ورسم زحرة الأولى نحل هذه الحركتين ورسلكم العلوم تعتمد بزافة للتحليل سحب اليد نتيجة صدمة كهربائية لا تنبيح فعال لا تنبيح فعال لا تنبيح حركة لا إرادية أنا غير نحط يدي في كاش بريزا وتحكمني هذا كلاماس نحي يديه برخ في نصحة اليد سريعة جدا فهذه حركة يرهاب لا واعي فهذه الحركة نسموها حركة لا إرادية كيف نفرقه سهلا مهلا نشوفه حنايا حاجة درناها بسرعة يعني صرات عفسة خطيرة على الجسم فدرها بسرعة ولا واعي حركة لا إرادية حاجة درها العقل حاجة دور المركز العصبي دور المركز العصبي مميزاتها نحن نعمره في هذا الجدول نبدأ نوع الحركة قلنا الحركة الأولى أنا بركة هنا حركة الأولى حركة الأولى سحب اليد نتيجة صدمة كهربائية حركة الثانية نوع الحركة الأولى حركة لا إرادية فنجو هنا نكتب حركة لا إرادية وهنا حركة إرادية فنحط هنا حركة إرادية أو لا إرادية الأولى أفهم لا إرادية والزوجة حركة إرادية بعدها وشعطاني في الجدول وشعطاني في الجدول قالوا لي عناصر حدوثها هنا يكي شغل سنحط المخطط كيف يكون لدينا المخطط تحكل حركة؟ الأولى نبدأ بسحب اليد نتيجة صدمة كهربائية ما عندها هنا وش صراء؟ هنا صراء عضو حسي استقبل التنبيه العضو الحسي هنا يشكون شواله هو أنا جيتس قربتها كالابخيس حسيت صدمة فالعضو هنا يشكون الجلد الجلد هو اللي يحس فكيف يحس الجلد يسحب اليد فهنا العفزة الأولى عندي العضو المستقبل اللي هو الجلد صح كان عندي عضو مستقبل اللي هو عضو حسي مع انتها تتولد لرسالة عصبية حسية صح حاوان تروح لرسالة العصبية الحسية كان عندنا ناقل يروح للمركز العصبي شواله هو النخاع الشوكي النخاع الشوكي شايدير يحول لي الرسالة العصبية الحسية الى رسالة عصبية حاركية ثم تروح ثم تروح للعضلة سحب اليد فهنا العضلة هي العضو المنفة فهنا يوجد العضو المنفة فهنا يوجد عنا سر الحركة اللائراتية عندي الأولى عضو مستقبل حسي سيكون حسي شواله هو الجلد الجلد نستطيع ندير الجلد مباشرة ولكن فقط نفهم فيكم أكثر وعننا المركز العصبي اللي هو النخاع الشوكي صح من بعدها وش عندي 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 العضلة صح هنا يوقعنا العضو المستقبل كي يستقبل الرسالة العصبية الحسية صح تنقل كي تنقل تنقل لنا بالعصب حسي احنا يقلنا شوفوا مستقبل حسي فهنا عصب حسي صح ام بعدها الرسالة العصبية تتاعي في النخاع الشوكي تتحول من رسالة عصبية حسية إلى حركية كي تنقلها لازم عصب حركي لانه تحولت لرسالة فهنا يوجد عصب حركي الى ما فهمتوش هنا هذا المخطط عادي راني ديرت لكم ملخصة الاتصال العصبي رحوا شوفوه راني شرحه بالتدقيق صح عناصر الفائحة في حياة الحركة الإرادية أسكد عضو مستقبل عندر فريق كأن تنبيه لا يظهر السيد قوة المخ قرر القرارة سوف أقدم معظم زهرة لا يظهر كيف يتحدث أن شجزه من أن العصب مستقبل أي شجز يوجد عصب المنفذ ولكن هنا مباشرة المخ خمّم المخ خمّم بعد رسالة عصبية حركية لأنه ستتحرك مع أنتها رسالة عصبية حركية رسالة عصبية حركية تمر في العصب الحركي رسالة عصبية حركية ستحرك لمخ غير رسالة عصبية حركية انتهت في العصب الحركي أما بعد كينها ملف 솔직히 velocidade لا الناس المنفسة هو اليد ومن ما يقولون العضلة نستعلمون بصلاحات العلمية نقول العضلة لي عضلت اليد ولكن نقول العضلة العضو المنفس هذا مك فضلنا دور المركز العصابي لا المركز العصابي سهل المهل هنا نخاع الشوكي ولمخ دور المركز العصبي مميزات ونجاوبوا في الجدول المركز هنا عندي النخاح الشوكي وهنا المخ قالوا لي دور كل واحد تحويل الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية هذا هو الدور تحويل الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية وفي الفعل لا إرادة يكتبها كثيرا تحويل الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية فهنا خممت صرا الفعل لا يوجد عضو مستقبل فهنا نقول لك ترجمة المخ يترجم المخ لا يحول ليش المخ يخمم المخ يترجم لك تحويل الرسالة العصبية الحسية إلى حركية نستعمل المصطلحات العلمية ماذا قالوا لنا؟ قالوا لنا مميزاتها يعني مميزات الحركة اللا إرادية ومميزات الحركة الإرادية صح مميزات الحركة اللا إرادية إرادية حناية أي واحد يقرب من فريزا سيسحب يدو كامل نس أي واحد سيقرب على حاجة حامية سيسحب يدو فمعندها كامل نس دير نفس الفعل اللا بها نقوله متماثلة ثاني عندها حامية أخرى سريعة بوخفوا غير تحفظ لديك تعود تنحيها فمتماثلة سريعة متماثلة سريعة متماثلة عند كل أشخاص يديروا نفس الحركة حركة لا إرادية ليست متماثلة سريعة أو باطئة لأن الحساب كل شخص يرسم بسرعة و يطول فهنا فقط نقوله غير متماثلة يعني كل واحده على حساب مخوعه على سبت خمامه فنقوله غير متماثلة وهكذا سنكملنا من الجدوال وهو تمرين كامل يشمل لنا الحركة الإرادية و الحركة لا إرادية و يشمل للنحة المخططات نذهب للتمرين الثاني هذه الوضع الإدماجية قدمنا الوضع الإدماجية تقدمنا الوضع الإدماجية تقدرنا على التلقيح دوكنجو نحلو تميتها على التلقيح ومشالله كامل تفهموا ما لدينا تلقيح و المناعة المكتسبة و هذا الصالح نبدأ لمعرفة نوع الاستجابة المناعية ضد مرض السل نقترح التجارب التالية ونتائجها ما حمله؟ في التجربة الأول يجب أن نفهمهم لأن يحمل تجارب في العلوم قتلكم الوثائق تحلل والتجارب كذلك يجب أن نفهمها و نحلها عندنا حقن فأر ألف ب بي سي جي وبعد شهر يحقن بعصيات كوخ يبقى الفأر ألف حي فأر بيسيجي ما هو بيسيجي ؟ نفسها عصيات كوخ ولكن ليس ممرضة تجعل الجسم يدير استجابة مناعية يجعله يولد ثوالح ولكن ليس ممرض بعد عصيات كوخ بقي الفأر حية صح ب نأخذ مص الفأر ونحقنه إلى الفأر با يعني نحقنه يعني نأخذ مص الفأر آلف هذا اللي ما ماتش ونحقنه في الفأر با وبعد 24 ساعة يحقن بعصيات كوخ حقنها بعصيات كوخ يموت الفأر با صح سي نستخلص الخلايا اللمثاوية نستخلص الخلايا اللمثاوية من الفأر ونحقنها ونحقنها في الفأر جيم وبعد 24 ساعة يحقن بعصيات كوخ يبقى الفأر جيم حي يعمل هم ثم نصف ونحقن نتائج التجارب سوف نحقن نفسر نتائج ً كيف نفسرهم نتائج طريقة علمية آخر أن نفسر وكيف ينفسر وكيف نفسر كلمة يبقى الفأر ألف حياً لأنه اكتسب مناعة ضد عصيات كبيرة يبقى الفأر لأنه لم يكتسب مناعة ضد عصيات كوخ وقلت لكم البيسيجي هي نفسها عصيات كوخ ولكن غير ممرضة فاكتسب مناعة نأخذ مصف الفأر ونحق نبيع عصيات كوخ يموت الفأر لأنه لم يكتسب مناعة ضد عصيات كوخ مع أنت هنا يا أنا المصل لا ينفعني في كساب المناعة لم يكتسب مناعة من نقل المصل س نستخلص الخلايا اللي مفاوية لأنه نستخلص الخلايا اللي مفاوية نستخلص الخلايا اللي مفاوية نستخدم تفسير واحد تفسير النتائج ونبدأ ا اكتسب قلت لكم هذه الكلمة السحرية اكتسب الفأر الف اكتسب الفأر الف مناعة ضد عصيات كوخ على نجو هنا في اللولة ليحقنه ب بسج هذا مك نجو تنين امشي تنين ب نقوله هذا فأر ب اكتسب لم يكتسب لم يكتسب الفأر ب مناعة ضد ب امشي تنين كوخ لأن نقل المصل لم ينفع اكتسب الفأر مناعة مناعة ضد عصيات كوخ فما تقوم بالمناعة لعطي من جبهة لأن الحقنه بالخلايا ونعرف بإجابها من الـ لأن تجربه يبقى الفأر حيا لأنه كتسب مناعة لا يموت الفأر لأنه لم يكتسب مناعة ونذهب للتعليم ونجيبه من الأول هنا نقول لأنه حقنا بالبسجة هنا نقول لأن مصل الفأر لم ينفع عليه لا يوجد فيه أجسام مضادة ونقول لأنه لم ينفعه في الـ C نقول لأنه يبقى الفأر حي لأنه اكتسب مناعة دائما لأنه اكتسب مناعة علش؟ لحقنيه بالخلايا ونقول لأنه يبقى الفأر محصن علل هذه الثلاثة من الفأران قالوا أنهم محصنين قالوا أنهم علل التحسين هنا من يأتي التحسين هنا يأتي من اللقاح وهنا يشكون لهم ملقحينه هو الفأر ألف جابوا له عصيات كوخ غير ممريضة وعطوها له فالداخل وش صرى؟ وش صرى الداخل؟ التميز 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 ولت كين الت سامة لتحارب بالنا عصيات كوخ وكين الت واخد اخرى ممواغ الت ذاكرة عندها ذاكرة عندك يعود يدخلي مرة واخد اخرى هذا الفيروس تروح فورا تقضي عليه الاستجابة الثانوية قلنا تكون سريعة فأي الفأران محصن؟ هو الفأر ألف نجو نجاوبه اثنين الفأر المحصن هو الفأر ألف لماذا؟ لأنه اكتسب مناعة من التلقيح نشرح لازم نشرح وبالتالي تمايزت الخلايا 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 الت إلى الت الس يعني الس هذا رمز انه قاتلة التس و التام فاكتسب استجابة استجابة أولية كاينة استجابة أولية كون يدخل واستجابة ثانوية كون يدخل لأنه كاين التام واستجابة ثانوية اخير هادو السورة سأشرح بالتفصيل في كل ما يخص بالمناعة في حال شو واحد فيكم ما فهمش صحى ماذا قالونا ما نوع الاستجابة المناعية المقترحة هنا الاستجابة المناعية المقترحة شي لا هي هنا تحلنا فيروس مرض السل تحلنا فيروس يعني خط الدفاعي الأول مقدرش الخط الدفاعي الثاني المصل ينفع المصل في الاستجابة المناعية الخلطية لماذا؟ لأنها أجسام مضادة تكون في الأخلاط لا يعني أنها سوائل الجسم يسمونها استجابة مناعية نوعية خلطية يعني جسم مضاد وعندها البكتيريا التي يحاربها يسمون نوعية خلطية نوعية خلاطية خلطية لتنموعة خلطية هنا يقبل مناعية نوعية خلطية 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 حاربها هي مهمة لرؤية خلطية لا تصنع شيء كما القلبي وتقسها في الدم وتكون مولد ضد والجسم مضاد تقول المعقد المناعي وتقضي لا هي بروحة تقضي على الفيروس فعلا بها نسموها قلونا نفسر نعطوها هذا التفسير فنجو هنا ثالثا نوع الاستجابة نجاوبها كاستجابة مناعية لأنه تخص الجهاز المناعي استجابة مناعي نوعية خلقية ولا خلوية نقولوا خلوية لأنه هنا يتتدخل الخلايا ألته كما نعكم التبريد الثاني رحوا الوضعية الإدماجية نشوف وش طونا قلنا كورونا فيروس فيروس العصر هذا فيروس الكورونا مرس تنفسي فيروسي حاد كان يصيب الحيوانات ولكنه جديد بالنسبة للبشر كرهنا منه ينتقل عدو الكورونا إما في الهواء من خلال السعال والعطس الرذاذ التنفسي أو عبر الاحتكاك المباشر بالماريض أو عن طريق ملامسة الأنف والفم بعد تلويث اليدين أو عن طريق تعامل مع الحيوانات المصابة أو أكل لحومها حيث يدخل الفيروس عبر أغشية الأنف والحنجرة والبلعوم والرغامة إلى الرئتين كيف ينقل العدو السند قالنا تقرير المنظمة العالمية الصحية كيف قالونا يا سيدي فيروس الكورونا يتسبب في التهاب رئوي حاد نتيجة إمتلاء الحواصلات الرئوية بالماء الحواصلات الرئوية حين تفكرين الحواصلات الرئوية وماذا دورها بالماء مما يمنع المبادلات الغازية التنفسية بين الهواء والدم على مستوى الأسناخ الرئوية صح معنا هنا بلوكان التنفس يمنع الحواصلات بالماء يمنع الحواصلات بالماء عندها عرقا للمبادلات الغازية التنفسية صح مما يتسبب في حدوث سعال جاف وذيق في التنفس سنغمال بلوكالي هنا يسرى ذيق في التنفس وقصورا في وظائف أعضاء الجسم فيؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات صح نتقلنا كل شيء في هذا السند أغلبية الوضعيات الإدماجية لقنا الحل السند والوثائق هنا تشغير الحل片 وإكتما بكل سند وضعنا السياء Syed المبادلات الغازية تحدث على مستوى الأسناخ الرئوية يحدث على مستوى المصناع الرئوية مبادلات كيف يتبادل مع أحد يدي شيء أو أخر يدي شيء يسميها مبادلات ماذا قلنا؟ العنصر الذي في الجسم لديه دور في حمل O2 أو CO2 ماذا قلنا؟ الدم بالضبط ماذا هو المكون في الدم الذي يدير عملية المبادلات الغازية لديه دور في المبادلات الغازية التنفسية ماذا قلنا؟ كوريات الدم الحمراء كوريات الدم الحمراء تقعد دم الأسناخ الرئوية تقول لها أنا أعطيني الأودة التي لديك أعطيني الأودة ونضع لك CO2 هذه المبادلات الغازية التي تحدث نجو نكتب واحد نوع المبادلات نقول تحمل الكوريات المبادلات الغازية المبادلات الغازية المبادلات الغازية الكربون والأكسيد هذه هي نوع المبادلات ماذا قالونا؟ لماذا يتسبب فيروس الكورونا في توقف وظائف أعضاء الجسم؟ ما قالونا؟ تنفس 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 الفايدة تنفس الفايدة في الأخير ينتاج طاقة هذه الطاقة تستعملها العضوية باية تتحرك تمشي تدير كل شيء هنا أسكرة تنفس الفايدة تمشي تنفس بها تمنع الحوصة تنفس الفايدة لا تنفس تنفس الفايدة تنفس الفايدة تتحرك تنفس الفايدة ت تطرح فيه السيا و 2 فالمبادلات الغازية لا يستسرى فالإنتاج الطاقة لا يستسرى فالإنتاج الطاقة لا يستسرى عندما تنقل المغذية لا يسسرى لأن الدم قد ن نهاية حالة عن طرف التنفس فالإنتاج الطاقة المسرود لا يستسرى بالتوقف أعضاء الجسم والشخص يموت نقوله من السياق والسند ونجاوبه بطريقة علمية نجو نكتبو 2 من تلكم هادي ضرورية وال السند واش نقولو يتسبب فيروس الكورونا نكتبوها هادي يتسبب فيروس الكورونا في توقف أعضاء الجسم لأن على لأن ورنراهي ورنراهي في السند التعناقلنا لأن فيروس لأن هذا الفيروس واش يدير يتسبب نكتبوها كما رح يتسبب في التهاب رئوي حاد يمنع حاد نتيجة امتلاء امتلاء الحواصلات الرئوية الحواصلات الرئوية بالماء مما يمنع واش المبادلات الغازية الغازية التنفسية الجواب رحو أعطيهنه كامل التنفسية على مستوى الأسناخ الرئوية الرئوية وبالتالي عدم وصول ال او دو الى العضوية وانا مما يتسبب فش اما يتسبب في عدم نقل المغذيات والحصول على الطاقة الكافية لتلبية حاجات العضوية العضوية تقريبا كامل هذا النص اعطيناه مستوى وازدنا هنا او دو مغذيات 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 الطاقة الكافية من التنفس وبالتالي تتوقف الأعضاء جسم الإنسان وبالتالي يموت الشخص هذه هي الإجابة وماذا قالونا من خلال النص وما تطرح المنظمة العالمية للصحة عبر وسائل الإعلام قدم أربعة نصائح للوقاية من هذا المرض لا شيء من عنا قالونا من خلال النص وما تطرح المنظمة العالمية للصحة من خلال النص أو السند هذا السند ما قالونا كيف ينتقل كيف ينتقل ومنه نعطو اقتراحات للوقاية نصائح للوقاية ما قالونا تقرير تك 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 صحة هنا ينتقل تنتقل عدواء الكورونا إما في الهواء من خلال السعال والعاطس ما قالونا هنا لا ماسك لا ماسك لا ماسك لا ماسك او عبر الاحتكاك المباشر بالمريض أو عن طريق ملامسة الأنف والفم عدم ملامسة الأنف والفم نضيف نضيف بعد تلويت اليدين وغسل اليدين عدم ملامسة الأنف والفم غسل اليدين ونضيف لماسك او عن طريق التعامل مع الحيوانات المصابة او أكل لحومها يعني يجب أن التغذية الجيدة تدخل فيها تغذية جيدة فأقول لنا 4 نكتبهم كيف ينتقل لهم بالهربية لماسك نقول له تغذية أنا غدي نقول تغذية وخلاص كل ما نشعرفها لماسك فاش نقول لهم بالعربية قولوا لي التحت في الكمونتخ قولوا ثلاثة من خلال النص والسند ونجو نعطو نصيح هنا قلنا اللولة عدم غسل اليدين صح غسل اليدين عدم ملامسة الأنف والفم ونقوم بتغطية الفم ونقوم بتغطية الفم ونقوم بتغطية الفم ونقوم بتغطية الابتعاد عن الناس المصابين لا تغطية ثلاثة أربعة خمسة ونقوم بتغطية خمسة ونقوم بتغطية ونقوم بتغطية